اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين أيها الإخوة والأخوات أحييكم جميعا بتحية طيبة فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته حينما خلق الله سبحانه وتعالى سيدنا آدم جعل لهذا الخلق عدة مقاصد من أهم هذه المقاصد تحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى بمعناها الشامل لتحقيق هذه العبودية الشامل لسعادة الدنيا وسعادة الآخرة وتعمير الدنيا وتعمير الآخرة إني جاعل في الأرض خليفة هذا التعمير الشامل للكون كله وكذلك للآخرة يحتاج إلى مفتاح أساسي وهو العلم ولذلك كان الامتحان أول ما حدث بين سيدنا آدم وبين الملائكة كان بالعلم فاستطاع سيدنا آدم بفضل الله سبحانه وتعالى وبإرادته أن يجيب على هذه الأسئلة وأن ينجح في هذا الامتحان ويخضع الله سبحانه وتعالى الملائكة كلهم للسجود لسيدنا آدم إشارة إلى أن الله سبحانه وتعالى إذا كان قد أخضع الملائكة وأسجد الملائكة لسيدنا آدم بالسبب العلم فإن الكون كله يكون تابعا لهذا العلم ومن هذا المنطلق جعل الله سبحانه وتعالى رسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الرسالة الخاتمة الرسالة الشاملة الرسالة الكاملة الرسالة التي تحقق الخير والمنافع للبشرية والرحمة للبشرية جمعا بدأ بهذه الرسالة بهذا المفتاح فقال سبحانه وتعالى في أول اتصال بين السماء والأرض بالنسبة للحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم فقال له اقرأ وفقه اللغة العربية ينص على أن الفعل المتعد إذا حذف منه المفعول به يراد به العموم يعني اقرأ كل شيء اقرأ الكون اقرأ الإنسان اقرأ الكتب اقرأ التجاري وطبعا هذه القراءة قراءة متجددة لأنها جملة فعلية قراءة متكررة لأن الأمر يقتضي التكرار قراءة أيضا فورية بقدر الإمكان لا يجوز للإنسان أن يتخلف عن هذه القراءة مهما كان فكانت هذه الآية الكريمة وما بعدها التي نزلت مع هذه الآية الكريمة بداية ومؤشرا لإصلاح النظام التعليمي الذي به يتحقق عمران الأرض ويتحقق به الاستخلاء لأن القراءات السابقة قبل الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم كانت على نوعين إما كانت قراءة دنيوية كما كانت لدى الإغريقي وفلاسفة اليونان والرومان أو كانت قراءة دينية محظة كما كانت لدى النصارى واليهود وغيرهم ولكن هذه القراءة الشاملة هي من خصائص هذه الرسالة المباركة رسالة الرحمة للعالمين رسالة تحقيق الاستخلاف حسب ما وعد الله سبحانه وتعالى به رسوله صلى الله عليه وسلم وأمته بأنهم يستخلفون في هذه الأرض كلها إن آجلا أو عاجلا بعزي عزيز أو بذل ذليل ولكن الله سبحانه وتعالى حينما نستكمل بقية الآيات اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم هذه الآيات جعلت شروطا لهذه القراءة الشاملة وهي أن تكون هذه القراءة الشاملة لهذه الأمة أن تكون في ظلال الربوبية اقرأ باسم البالي الاستعانة أو للمصاحبة في صحبة وفي ظلال الربوبية أي في ظلال العقيدة والأخلاق والقيام على عكس القراءة الغربية والشرقية لهذا الكون حيث إن هذه القراءة من الغرب أو من الشرق قراءة دون الرعاية القيم والأخلاق والعقيدة ولذلك طغت وتكبرت وتجبرت وأضرت بالكون كله كما نرى اليوم أضرت بالمناخ كما نرى الفيضانات في كثير من الأماكن والجفافة في أماكن أخرى وكذلك أضرت بأوزون وغير ذلك لأن هذه القراءة لم تراعي حق الله ولا حق العباد ولم تكن في ظلال الربوبية الشرط الثاني الغريب في هذه القراءة أن تكون في ظلال كرامة الإنسان جناحين كما نقول الفقه الميزان هذه القراءة لها جناحان الجناح الأول هذه القراءة في ظلال العقيدة والأخلاق على الأساس الجناح الثاني في ظلال كرامة الإنسان اقرأ وربك الأكرم ولوه للمعية بمعية هذه الربوبية التي أكرم الإنسان أي مع مراعاة كرامة الإنسان لا شك أكرم للإنسان ولقد كرمنا بني آدم وهذا أيضا التجارب تدل بأن أي قراءة إذا كانت في ظل الظلم والطغيان والاستبداد والديكتاتورية لا تحقق نتائجها المطلوبة فالشخص الذي يخاف على نفسه ويخاف على عرضه قل ما يستطيع أن يبدع في علمه وفي إبداعاته ولذلك نرى كثيرا من علمائنا نحن في عالمنا العربي بالذات وعالمنا الإسلامي أيضا هنا لا يستطيعون أن يفعلوا شيئا ولكن حينما يذهبون إلى الخارج حينئذ يستطيعون أن يبدعوا وأن يحققوا هذه الإبداعات هذه حقيقة إخوة الكرام بداية لإصلاح النظام التعليمي وإصلاح النظام التعليمي هو المفتاح لتحقيق الإمران والاستخلاف في هذا الكون ونحن اليوم نرى جميعا جميع الأمم التي تقدمت إنما تقدمت حقيقة بإصلاح النظام العلمي أوروبا وضعت لنفسها ثلاثة أشياء إصلاح النظام التعليمي أولا وإصلاح النظام السياسي ثانيا وبالنسبة لهم إصلاح النظام الديني ثالثا وكذلك ماليزيا وكذلك تركيا وكذلك السمغافورة إذن طريقنا أيها الإخوة الأحبة هذه القراءة الشاملة ولكن بشرط أن تكون في ظلال كرامة الإنسان وفي ظلال العقيدة والأخلاق بارك الله فيكم وهذه أميتنا لأمتنا الإسلامية أن تحقق هذا الهدف المنشود الآن نسمع لفضيلة أخي الحبيب فضيلة الشيخ محمد تعليقا على ما يفتح الله سبحانه وتعالى به حول هذه المسألة بسم الله الرحمن الرحيم هجأ الله رسوله صلى الله عليه وسلم لتحمل هذه الأمانة العظيمة ولهذا التجديد والتغيير الشامل في حيات أهل الأرض وكان في الأمة الأمية التي لا تحسب ولا تكتب ومات أبوه وهو حمل وماتت أمه وهو ابن أربع سنين ولم يكن له أخ ولا أخت ومات جده الذي كان يحنو عليه وهو ابن ثماني سنين وكل ذلك ليتعلق بالله ولينفصل عن التعلق بالمخلوقات وعن الاعتماد عليها فكان اعتماده على الله سبحانه وتعالى وحده فعلمه ما لم يكن يعلمه وأثناء عليه بذلك فقال وعلمك ما لم تكن تعلمه وكان فضل الله عليك عميمة لم يأمر بالاستزادة من شيء غير العلم فقال وقل ربي زدني علما بيّن له فضل هذا العلم ومزيته واستشهد الله العلماء على أعظم شهادة بعد أن شهد بها واشهد بها ملائكته فقال تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة أولو العلم وأخبر أنهم محدهم الذين يخشونه حق خشته فقال إنما يخشى الله من عباده العلماء وأخبر أنهم محدهم المؤهلون لفهم كلامه فقال وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون وأخبر أنه يرفع درجاتهم بالدنيا الآخرة فقال يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس ففسحوا ويفسح الله لكم وإذا قيل إنشزوا فإنشزوا ويرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وقد رفع الله شأن الإنسان بهذا العلم فالإنسان ليس ارتفاعه بعنصره فالملائكة أشرف منه بكثير الملائكة من نور والإنسان من تراب وليس بالعبادة في الملائكة وعملهم ديما الراكع وراكع دائما وساهد وساهد دائما يسبحون الليل والنهار لا يفترون فكان شرف الإنسان بالعلم ولذلك يرزم أن يحافظ على ما شرف الله به وأن يشتغل به فهو شغله الأول وهو عبادته الأولى وقد سئل مالك عن المقرب للقتل الذي لم يقبل أمره إلا ساعة في أي تطاعة يصرفها قال علم يتعلمه قيل يا أبا عبد الله إنه لا يعمل به قال تعلمه أفضل من العمل به وفقنا الله وإياكم ورزقنا وإياكم عدم النافعا ورزقا واسعا وعبنا صالحا متقبلا أحسنتم فضيلة الشيخ محمد بهذه الإضافة الطيبة المباركة فضيلة أخي الشيخ فضل بسم الله الرحمن الرحيم عندي بعض التعليقات منها أولا الحكم التعلم ووسائل التعلم حكم التعلم هو من الواجبات الشرعية إن كان واجبا يكون واجبا عينيا على البعض واجبا كفائيا على الأمة في مجالاتها فالأمة من أول فجر الرسالة وهي تدعو إلى العلم والتعلم بكافة أنواعه ووسائله ونبه هنا على وسيلتين هامتين هي القراءة والكتابة القلم القلم الذي هو آدات الحفظ وآدات الحمل ولذلك قال اقرأ وربك الأكرم كلما قرأت أكرمك الله سبحانه وتعالى بالعلم وبالفتوحات وبالإزدياد ثم قال سبحانه وتعالى الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لا يعلم كأنه علم الإنسان ما لم يعلم كأنه لا يتكشف للإنسان الكنوز إلا بالتحقيق وبالكتابة وبالتأليف ولذلك توارثت الأمة العلوم توارثا ووصلت إلينا هذه العلوم عبر هذه الكتابات العظيمة لأمتنا وساداتنا الفقهاء والعظماء والأطباء وغير ذلك من السادة العلماء لفتة أخيرة وهي القراءة الخاطئة هو نبه عليها شيخنا الآية تقول كلا إن الإنسان لا يطغى أن رأاه استغنى شوفوا القراءة الخاطئة هو قرأ الوضع قراءة خاطئة ظن أن النعمة والخير والذي فيه وظن أن المال الذي آتاه الله الصحة والجاه والقوة ظن أنها للطغيان فسخرها للطغيان فهذه قراءة خاطئة ذمها الله سبحانه وتعالى والذي قال كلا وهدده بأنه سيعود إليه ويحاسبه فهذا بعد آخر أن علينا أن نوظف القراءة في الصراط المستقيم وفي خدمة البشرية والإصلاح في الأرض بارك الله فيكم شكرا على هذه الإضافة الطيبة فضيلة شيخ نور الدين الخالي تفضل بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله تفاعلا مع ما ذكره المشايخ من زوايا النظر إلى النظام التعليمي بناء على السيرة النبوية الشريفة يمكنني أن أتحدث عن هذه الزاوية من جهة النظام التعليمي الذي عرفته الأمة عبر تاريخها بناء على السيرة وعلى الوحي ومعروف أن أمتنا العربية والإسلامية في مصارها التاريخي أنجزت ما يعرف بالتراث الإسلامي الذي هو مستخلصات علمية وعملية لمرجعية الوحي ومرجعية السيرة وكذلك هذا التراث الإسلامي في نظامه التعليمي كان مترافقا مع نظم أخرى نظم في السياسة في الإدارة في الدولة في الأسرة نحن اليوم في أمتنا المعاصرة وعند حديثنا عن النظام التعليمي لابد لنا من ملاحظتين الملاحظة الأولى إلى أي مدى أسهم النظام التعليمي في عالمنا المعاصر في بناء الأوطان وعزة الأمة والإجابة عن الإشكاليات المركزية والأجوبة عن أسئلة الواقع في جميع الصعود والمصارات هذا السؤال الأول الذي لابد منه وأظن أن هناك عدداً غير قليل من الهيئات والشخصيات التي خاضت غمارة هذا السؤال المركزي في نظامنا التعليمي وعلاقته بقضايا البلدان وقضايا الأمة وقضايا الإنسانية الملاحظة الثانية تتعلق بمدخلات تجديد هذا النظام التعليم بناء على مرجعيتنا المرجعية في السيرة والمرجعية في الوحي أظن أن هذا المسلك يتعلق بالجمع بين العلوم والنظم والمصارات في تحقيق أهداف النظام التعليم ووحينا الكريم يشير إلى آيات الكون وإلى آيات الإنسان ويشير كذلك وينص على أحكام الشريعة الإسلامية فوحينا وسيرة نبينا صلى الله عليه وسلم إنما هي الوعاء المرجعي للعلوم والفنون على مستوى الإنسان ما يعرف بالعلوم الإنسانية على مستوى الشرع ما يعرف بالعلوم الشرعية وعلى مستوى الكون ما يعرف بالعلوم الكونية إذا نحن جمعنا هذه العلوم كلها في إطار مرجعي واحد داخل فضاء وطني مثلاً أو داخل فضاء الأمة أو في علاقة بالإنسانية فإننا نكون قد أنجزنا شيئاً عظيم في هذا الإصلاح وهذا الإصلاح في الحقيقة هو أيضاً سند النصول وعلماؤنا المعاصرون وعلماؤنا قديماً عبر التاريخ والتراث كانت لهم إسهامات كثيرة في تطوير النظام التعليمي كنظام الوقف ونظام الحسبة بما يعرف نظام الإصلاح الاجتماعي الأمر معروف ناع المنكر برؤية كلية شاملة وأيضاً نظام الدولة والنظام المجتمع وحتى نظام الأسرة فهذه الجهود كلها لا بد أن ينظر إليها على أنها جهود باستمرار سند وأيضاً بوعاء يسهم في تنمية شعوبنا ومؤسساتنا وما تفضل به فضيل الشيخ علي قبل قليل بخصوص التجارب الحديثة في بعض الدول العائل الإسلامية عموماً مثل ماليزيا مثل توركيا مثل كثير من الدول العربية أيضاً في بعض الجامعات التي حازت تقدماً مهماً على مستوى التصنيف الجامعي على مستوى التشغيلية بالعلم الشرعي والعلم الكوني والعلم الفلسف والإنساني فأخيراً أختم وأقول بأننا أمام درس من السيرة ومن الوحي في علاقة بتطوير هذا النظام التعليمي الذي نأمل أن يتحقق بأقدار مهم مفعل الإنسانية وتحقيق لمقاصد الشريعة ومقاصد السيرة على حد سواء الله وليه التوفيق بارك الله فيكم على هذه الإضافة الطيبة فضيلة أخي الحبيب الشيخ علي يختم لنا بما أفاض الله سبحانه وتعالى عليه من فتوحات إن شاء الله بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله نلاحظ أن مثلاً القرآن الكريم المكي خصوصاً موضوع العلم موضوع أصيل يعني لما قال وقل ربي زدني علمه الآية القرآنية وجاءت في سياق سورة طه وصورة طه مكية وجاءت بعد ما ذكر الله سبحانه وتعالى سيدنا موسى والحوار اللي بينه وبين الله سبحانه وتعالى والحوار اللي بينه وبين السحراء والحوار اللي بينه وبين قومه والحوار مع السامري وبعد ذلك مصير العالم ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفها جاءت أحداث ضخمة هائلة بعدين وقل ربي زدني علمة جاءت يعني بعد ذكر شيء في العقائد شيء في القصص شيء فيه وجاءت قل ربي زدني علمة ثم جاءت قصة آدم عليه السلام ولقد عاهدنا إلى آدم من قبل فنسيا ولم نجد له عزمة جاءت مختصرة بعكس مثلا في سورة العراف التي جاءت موسعة في قصة آدم عليه السلام تلاحظ أن لما تكلم الله سبحانه وتعالى عن المرحلة الحضارية التي مرت بها دولة داود عليه السلام وسليمان قال ولقد آتينا داود وسليمان علمها وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المسلمين فكان بداية هذا التمكين العظيم لأمة بني إسرائيل في عصرها الذهبي بعد الدورات الحضارية التي مرت بها في عهد داود وسليمان بداية كان بالعلم ولهذا قال وأللنا له الحديد علم المعادل واصلنا له عين القطر علم النحاس فتجد العلوم المدية المعضة أشارت إليها الآيات في مضوع العلم وأيضا علوم الأنبياء يعني أنهم امتداد داود وسليمان لسيدنا إبراهيم عليه السلام وإسحاق ويعقوب وموسى وهارون هذا الموكب العظيم اتلاحظ أيضا موضوع العلم ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلم وكذلك نزي المحسنين في القرآن المكي هذه الآيات على سيدنا يوسف عليه السلام المحطات التي مرت بها يوسف عليه السلام للتمكين من خلال العلم والمعرفة وكذا وليا ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث ذلك مما علمني ربي فحضور العلم في الوصول لسدة الحكم والسلطة في قصة سيدنا يوسف عليه السلام كانت حاضرة وأدواته في التغيير الاقتصادي وإنجاح مشروعة في إنقاذ الشعب المصري كانت واضحة كذلك سيدنا موسى عليه السلام ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلمه فالعلم موجود بقوة وأعظم مصادر المعرفة هو الوعي الذي جاء في القرآن الكريم بارك الله بك فضيط الشيخ إضافة طيبة بعد هذا الاستعراض الطيب من أصحاب الفضيلة أود أن أختم ببعض الكلمات المهمة أولا حقيقة على مر التاريخ وحتى تاريخنا الإسلامي نرى فترة الجاهلية كيف كانت العرب وكيف كان الناس بسبب جهلهم وجاهليتهم كانوا مختلفين كانوا متفرقين كانوا متخلفين والإسلام وفع قدرهم من الجانبين جانب العلوم الدينية والشرعية لتحقيق التسبيح والتقديس وكذلك جانب العلوم الدنيوية لتحقيق التمكن من الأرض من جميع الصناعات والعلوم ولذلك ازهرت العلوم الإسلامية بشكل كبير حتى إن بعض العلماء والمستشرقين يقولون إن الحضارة الرومانية أو الفارسية لو سارت حتى بنفس التوجه لما وصلت إلى ما وصلت إليه الحضارة الإسلامية خلال مئتي عام ثم يقول أحدهم هذا ما قاله حللوا هذه الكلمة قالوا لماذا الحضارة الإسلامية قطعت ألف سنة بمئتي سنة قالوا للسببين السبب الأول أن الإسلام حقيقة أبعدهم عن قضية ما يسمى التفكر في عالم ما وراء الغيب متافيزيقيا ما أشغلوا عقولهم في هذا أشغلوا عقولهم في العمران وفي الأرض الجانب الثاني أن المسلمين حقيقة لهم مصر معرفة إضافي بالإضافة إلى المصادر المعرفية الثلاثة طبعا حضراتكم تعرفون وهي العقل والحواس والتجارب إسلام أعطانا مصر آخره الوحي حتى للأمور العلمية ولذلك المسلمون أولى بأن يتقدموا وأن يختصروا الطريقة للحضارة من غيرهم وهذه أمتنا ندعوهم إلى هذه العودة الحميدة ولكن بفكر جديد وبتجديد في الفكر وفي الأدات والاستفادة من كل هذه التجارب وليس ذلك بعيدا ولا عسيرا على الله سبحانه وتعالى فهو القادر على كل شيء وأمتنا ستنهض بإذن الله تعالى بهذه التعاليم العظيمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته تعالى لسيرة خير العبادي لهدي قوي من لأكمل هادي تعالى لسيرة خير العبادي لهدي قوي من لأكمل هادي تعالى لنمحوا همّا وغمّا ونرشوف نورا من الوحي بادي تعالى لنرفع شأن الحياة بنهج البناء وفيض السداد وهذه مجالي قوي من لأكمل هادي فأنصد تفوز بالهدى والرشادي تعالى لسيرة خير العبادي لهدي قوي من لأكمل هادي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة